اشتركوا في القناة الكلب بين عدد من الابقار فيما هرعت كوادر المستشفى البيطري في المحافظة لتطويق المرض بحرق ودفن الابقار المصابة حالة سماعنا واخبارنا من منطقة الطابو في القاسم بوجود حالة غريبة عند احد الاخوان المربين حسب ما نقل لنا تم ارسال فرقة بيطرية الى المنطقة وتم فحص هذه البقرة وتبين انها مصابة حسب التشخيص الاولي بمرض داعي الكلب السعار وتم اخذ كافة الاحتيازات اللازمة المستشفى البيطري ايضا قام بحملة تلقيح واسعة شملت جميع الابقار سواء في المنطقة التي سجلت اثابات او في المناطق المجاورة باعتباره مرضا خطيرا نعينه ارسلناها للمختبر المركزي التابع لدارة البيطرة في بغداد وتم ورود المعلومة بانه هذا المرض بوزاتيف يعني حامل للاصابة بالنسبة لهذا المرض خطر ينتقل انسان عن طريق المصل يعني مثلا نقول اللعاب اذا صار تماس بين المواطن وبين اللعب هذا الحمان طبعا اذا كان اكو جرح ينقل عن طريق الجرح والطريق اللعاب او الكلاب اذا اما عض المواطن اكيد ينقل ولهذا السبب احنا نوجه العوائل وننصح بانه المعنية بهذا الموضوع وندعوه ومن خلالكم انه التوعية المواطنين على مراجعته بالاخص مواطنين هذه المنطقة انه مراجعة مستشفى القاسم لاخذ المصل واللقاح لنطمئن ويطمئنه على صحتهم وعلى عوائلهم وعلى اطفالهم بالنسبة للحلال احنا الحمد لله وشكر تمت السيطرة علي هذا الوضع وبحسب مربي الابقار فان اعراض المرض تتمثل بتصرف الابقار بطرق متوحشة ولا يمكن التقارب منها اطلاقا كما بدأت تصدر اصوات عالية تختلف عن الاصوات المألوفة منها احنا اصحاب حيوانات مربيين حيوانات عايشين على الحيوانات هذا الكلب اذا عض المرض هذا اللي هو بالاسر بالكلاب اذا عض الحيوانة الحيوانة راح تنشلب يعني لازم تكتلها وتحرقها وتدفنها فهذا يأثر علينا حيوانة الحيوانية وبحسب مختصين فان فيروس داء الكلب يختطف النظام العصبي وفي واقع الامر يتلعب في العمليات العصبية وذلك لجعل مضيفه يتحرك بشكل اسرع ان الانسان المصاب سوف يعاني في نهاية المطاف من الهلوسة والعدوانية وحتى انه في المراحل المتقدمة من المرض سيخاف من الماء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا